موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة موضوعنا اليوم من الكلمة من كلمة الله في الكتاب المقدس والآية بتقول وتعرفون الحق والحق يحرركم أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة لربما في شخص اليوم محتاج يختبر الحق ويختبر كمان حرية المسيح فالمسيح هو المحرر الأعظم اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات في البداية من إنجيل يحنى بشارة يحنى لصاح الثامن من آية تلاتين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا أحبائي نعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي مرة أخرى حديث اليوم من الآيات التي قرأتها بعنوان وتعرفون الحق والحق يحرركم إنجيل يحنى وبالذات الإصحاح الثاني يعتبر إصحاح محورة في بشارة يحنى فيحنى طبعا كتب الإنجيل بوحي من الروح القدس بعد سنين طويلة يعني الأنجيل الأخرى اللي هي البشائر الأخرى متى مرقص ولوقة كانت منتشرة في كل العالم أنا ذاك ولكن يحنى على الأرجح كتب إنجيله في حوالي سنة تسعين ميلادي أو ما بعد فهو مش بيمشي في سياق بكرونولوجي يعني في تسلسل مثل مثلا متى أو لوقة إلى آخره لوقة مثلا بيبتدي من النبوة عن مجيء أو عن ولادة يسوع إلى صعود إلى السماء ولكن يحنى بيتكلم لليهود طبعا بيكلم كل العالم ولكن في فكرة كتير كتير مهمة هو دارس أو فاهم الفكر العبراني في العهد القديم ويحاول أن يظهر لنا السمو ورفعة وتفوق يسوع المسيح فيظهر لنا مجد المسيح هذا المجد مش اللي كان مجرد بحل فقط في خيمة الاجتماع أو في الهيكل هذا المجد اللي هو في شخص ربنا يسوع المسيح اللي بيتكلم عنه ويقول ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فبيتكلم عن يسوع المسيح حتى يضحض بضعة كانت مشهورة في أيامه بضعة الغنصيين التي ترفض فكرة لهوت المسيح وترفض فداء المسيح أو مجيء المسيح في الجسد وهنا أحبائي في كل الكتابات بتشوف في إنجيل يحنى بيجيب الفكر العبري في العهد القديم وبحاول يوضح لنا تفوق المسيح ويظهر أنه كل الغرض من الإنجيل هو الإيمان في شخص الرب يسوع المسيح وأن يسوع المسيح فعلا جاء في الجسد لكن الذي جاء في الجسد هو الله الظاهر في الجسد وهذا بتشوفه في إنجيل يحنى الإصحاح الثامن بتشوف يسوع عارف القلوب فهو علام الغيوب فهو العالم بكل شيء وهذا طبعا يعني نستشف إذا هو بيعلم فهو القادر على كل شيء ويعرف كل الأحداث حتى أحطك في الصياق التاريخي لهذه الآيات اللي قرأتها كان في عيد وهذا العيد عالة في الخريف اللي بيسموه عيد المظال وينتهى العيد يعني لأنه بحسب إصحاح سبعة في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ولاحظ في الإصحاح الثامن في حدث بيسير في نفس منطقة الهيكل القريبة من كل هذه الأحداث إنهم جاءوا بامرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني فالمسيح يظهر أو يفضح عدالتهم العرجاء ورياءهم المبرقع لأنهم أرادوا أن يجعلوا من هذه المرأة المسكينة وقودا لتغذية نيران حقدهم وبعد هذه الحادثة قال أنا هو نور العالم وابتدى الحديث اللي أنا ابتديت في القراءة طبعا وبيستكمل في معجزة تانية في الإصحاح التاسع اللي هو يعني رد البصر للمولود أعمى عندما أقول بصر البصر والبصيرة أيضا هذه الحادثتين طبعا في منتصفها المسيح بتكلم لليهود فالخلفية التاريخية أنه المسيح كان وفي هذه الحادثة على الأرجح أنه كان قريب في منطقة الهيكل نفسي يعني أفكر في الخارطة أنه أوريك إياها قريب من رواق سليمان رواق سليمان قريب طبعا على أروقة أخرى رواق النساء قريب من رواق سليمان وأروقة أخرى والكهنة وبنفس الوقت قريب من دار الأمم يعتبر زي ممر اللي بروح لقلعة أنطونيا وين كان بيلاطوس أو الحاكم أو الوالي بيجلس وفي نفس الوقت من هذا المكان تستطيع أن تنزل نزولا إلى وادي قدرون أو إلى سلوان وعالة أحباء هذا العيد يسمى عيد المظال هو واحد من الأعياد الرئيسية الرسمية الثلاث مثل عيد الفصح وعيد أو يوم الخمسين هذول العيدين بيكونوا عالة بالربيع هذا العيد هو في الخريف مثل هذا العيد بيجي بيتزامن مع يوم الكفارة يوم كيبور أو الفترة بيسموها ما يسمى رأس السنة رأس السنة العبرية روشة الشنا هذا العيد مهم جدا بالنسبة لليهود بيذكرهم بخروج شعب إسرائيل من أرض مصر من أرض العبودية وطبعا المناسبة كان كل بيت يهود بيصنع مظال أو يعني زي عريشة وهذه العريشة طبعا بيعملوها من صعف النخيل وأشجار أخرى وبيجلسوا فيها بيتذكروا فترة البرية أربعين سنة أنه سكنوا في خيام فبتذكرهم في هذا الحدث ولكن طبعا كان يمارسوا عوائد كثيرة في هذا العيد وخليني عشان سياق الحديث أركز على عادات اتنين طبعا بحسب التقليد أو بحسب التلمود اليهودي فالعادة الأولى اللي كان بيمارسوها أنه كان رئيس الكهنة مع احتفال موكب كبير بياخد جرة جرة من الفضة جرة فضية وبينزل يعني بيصير من منطقة هذا الرواق رواق النساء والمنطقة الكهنة وبيصير في دار الأمم وبينزل من المدخل الجنوبي المدخل الجنوبي اكتشفوا اليوم هو بالضبط تحت اليوم اللي بيروح بزور البلاد بالضبط تحت مسجد الأقصى من هذا السلالم أو الدرج بينزل لوادي قدرون اللي بيتقابل مع وادي ابن هنوم وهناك في بركة مشهورة بركة سلوام مذكورة في يحنى تسعة عندما قال يسوع للأعمى اذهب واغتسل في بركة سلوام ففي هذا الموكب البهيج والاحتفال الكبير فبعب الجر مي وبيرجع الى منطقة الهيكل وبصب المي على المذبح على المذبح وسط هذا الموكب فطبعا هذا المشهد كان امام الرب يسوع المسيح في يحنى سبعة قال ووقف يسوع في اليوم الاخير من العيد وقال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب كان بيتكلم عن الروح القدس وبيتكلم عن مياه او انهار بتجري من بطنه يعني رسالة روحية اللي بتتزامن مع نبوة الشعياء والنبوات في العهد القديم فاخد هذا الحدث من يعني ملء الجرة بالماء الجرة الفضية الى شخص المبارك اذ يقول فليقبل الي هو الموضوع هو الاساس هو طبعا الشخص اللي الوحيد الذي يستطيع ان يعطي الماء الحي كما قال في يحنى ستة آية خمس وثلاثين انا هو خبز الحياة من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش ابدا لكن الحدث التاني المهم طبعا في نفس المكان على فكرة قريب من رواق النساء في منارة هو اكتر من منارة فبيشعل او بيضو هذه المنارات وبتكون يعني نور بتشوفها من كل النواحي بتشوفها من جبل الزيتون شرقا بتشوفها من يعني من وادي قدرون مع وادي بن هنون بتشوفها في البلد القديمة من جبل صهيون يعني بتشوف كل المنطقة منظر مبهج جدا هذا النور العظيم فالمسيح قال برضو في نفس المناسبة انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة خلي بالك هذا هو صياق الحديث عندما كان يتحدث المسيح مع اليهود وطبعا في الاصحاح الثامن من بعد معالج طبعا المشكلة المرأة المرأة الزانية قال لها ولا انا ادينك بيتكلم عن الشهادات اللي بتتكلم عنه ثم حكى جملة مهمة جدا قال في يحنى اية اربع وعشرين تمانية اربع وعشرين فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم اقتباس عن يهوى في نبوة الشعياء فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به واو فبكمل بقول ان لي اشياء كثيرة اتكلم احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق خلي بالك هو حق يعني لانه اليوم التركيز على كلمة الحق وكلمة الحرية هو حق وانا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم طبعا فقال شيء اخر صادم مرة اخرى متى رفعتم ابن الانسان فحينئذن برضو بحسب نبوية اشعية فحينئذن تفهمون اني انا هو يعني انا يهو ايجو ايمي اللي هي نفس التعبير عن يهو في ايه ثلاثين مكتوب فبينما او بينما هو يتكلم امن به كثيرون فقال يسوع لاحظ هون في ثلاث فئات من الناس في الناس اللي امنت بيسوع المسيح وفي الناس التي من الاصل غير مؤمنة بيسوع المسيح بل ارادت ان تقتل يسوع المسيح لكن هم يتكلم لفئة بقول انكم ان ثبتتم فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم وطبعا هون ابتدأ الجلل نحن لم نستعبد قط فلاحظ المسيح استخدم الفرصة حتى يعلن عن ذاته انه هو يهوى اني انا هو وفي نفس الوقت انه مصدر الحياة عندما جاءوا بجرة الماء وسكبوها على المذبح طبعا برنموا بهدفوا من اشعياء اصحح اطنعش الآية التي تقول فتستقون مياها بفرح من ينبيع الخلاص وفي نفس الوقت قال انا هو نور العالم ثم في اصحح تسعة خلق عيون جديدة للمولود اعمى وهذا اندل على شيء هو معط الحياة هو مصدر الحق وهو ايضا النور الحقيقي كما يقول عنهم الكتاب المقدس فبينما يتكلم يسوع المسيح ويراقب هذا الحدث اعلن عن نفسه انه يهوى انه هو مصدر المياه الحية وانه يعني يقبل الي وانه هو النور الحقيقي بالمقابل المنارة اللي كانوا بيضووها في رواق النساء او عند رواق النساء باعلانه انا هو نور العالم فكل الصياق اللي انا بتكلم عنه كان المسيح في الهيكل بحيث انه من خلال هذا الحدث قبل اتعامل مع المرأة الزانية ولم يدينها ثم خلق عيون جديدة للمولود اعمى وهنا تحدث المسيح انه يميز بين التلميذ الحقيقي من التلميذ الاسمي او التقليدي يعني ببساطة التلميذ الحقيقي هو الذي سلم حياته كليا للمسيح واختبر الحق وهم الذين يثبتون في كلام المسيح ففعلا يكونون تلميذ تلميذ ولا يحدون عنها بل يتمسك بالتعليم في الايمان الحق بينما كان اليهود ولاحظ يزعمون انهم يعرفون الحق لكن الحقيقة احبائي لم يعرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية قالوا لم نستعبد قط طبعا بيتكلموا عن العبودية من يعني كالروحية لكن حقيقة هم استعبدوا الى عدة شعوب نرجع لأيام اشور وبابل ومادو فارس مملكة فارس مملكة اليونان مملكة البطالسة والسلقيين ثم الرومان ثم البزنطيين ثم يعني الى يومنا هذا الحقيقة انهم ما عرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية كانوا عبيد يعني لم نستعبد قط فهذا واضح عبيد للجهل عبيد للكبرياء عبيد للضلال والخطية عبيد للتقاليد وحرفية النموس عبيد للخرافات بل كانوا مخادعين وقحين وكما سماهم المسيح قتلى أي هذه صفة الشيطان لأنهم ادعوا التدين هذا هو السياق الحديث بحديث المسيح مع التلميذ يعني اللي آمنوا ولكن كانوا غير مؤمنين حقيقيين ما ثبتوا في الكلمة ولم يثبتوا في الحق كما قال الرسول يحنى ولم يثبتوا في يسوع المسيح إخوتي وأخواتي اللي بيعرف يسوع مكتوب اللي بيعرف يسوع بيعرف الحق يتخلص يخلص من الخطية يتحرر من الخطية والعبدية ويصير في النور ويسلك في الحق وينقاد بروح الله ليه لأن الكتاب واضح ولكن الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا بالمقابل وأما الروح فيحكم في كل شيء في طيتوس الصحيح الأول بقول لأجل مختاري الله ومعرفة الحق وتعرفون الحق فهنا يتكلم عن المختارين الذين يعرفون الحق ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا أعزائي مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم كتير ناس بتنادي في الحق وكتير ناس بتنادي في الحرية ولكن من خلال هذه الآيات الكريمة نستطيع أن نستنبط ونستشف أن الحق هو يسوع المسيح فالسؤال ما هو الحق بحسب كلمة الله وعلى فكر هذا السؤال سألوا بيلاطوس البنطي الحاكم في وقت محاكمة المسيح في دار الولاية أخذ يسوع للداخل واكتشف كما قال لم أجد أي علة يعني استشف يعني شاف براءة المسيح والمسيح قال له يعني إرسالية المسيح كانت لأشهد للحق فعلى طول بيلاطوس الخبير بالمعرفة سواء فلسفة اليونان أو الفلسفات المعاصرة فالكل يبحث عن المعرفة أو كمال المعرفة أو كمال الحق وهذا مكان يفعله أفلاطون وأرستو سقراط البحث عن الحق عن المعرفة والمكسموم اللي قدروا يصلوا لإله هو ظلال لهذه المعرفة يعني شافوا وصلوا تقريبا إلى الحد لكن لم يختبروا هذا الشيء فالسؤال ما هو الحق وهذا كان سؤال بيلاطوس أوليس عجبا بيلاطوس بيسأل يسوع المسيح ما هو الحق وهو واقف أمام الحق أمام يسوع المسيح فهو المسيح الحق المتجسد فالمسيح هو تجسيم تجسيد لهذا الحق الحق المتأنس الذي صار بشرا فالمسيح أعزائي هو مصدر الحق وهو المقياس الكامل للحق وكل من يبحث عن الحق لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وهذا على فكرة مش أسطورة ولا مجرد أي كلام فعلا إذا في أي إنسان بصلي من كل قلبه أريد يا رب أريد أن أعرف الحق ورين الحق أنا بأكد لك 150% لابد أن تصطدم بيسوع المسيح فإذا ما هو هذا الحق اللي بنتكلم عنه كلمة الحق هي كلمة كبيرة جدا ما هيش كلمة صغيرة وبتشوفها في إنجيل يحن مثلا هو إنجيل الإيمان لكن في نفس الوقت هو إنجيل الحق فبتشوف هذه الكلمة متكررة في بشارة يحن في الإنجيل المقدس وحتى كمان متكررة في رسائل يحن الثلاث فبيتكلم عن شخص يسوع المسيح الذي هو الحق فإذا ما هو الحق بعيد عن التفاسيرات اللغوية الكثيرة في القواميز خليني أكلمك عن الحق بحسب كلمة الله فالحق موجود في العهدين العهد القديم والعهد الجديد كلمة حق في العهد القديم تعني إمات وكلمة إمات يعني دائما بتسمعها إذا أنت ساكن مثلا في الأراضي المقدسة بإمات تقيد لي بإمات حكيلي بصراحة حكيلي بالحق حكيلي بالحقيقة يعني كاما أو تعني الصدق يعني حكيلي بصدق هاي الكلمة المشهورة في اللغة العبرية اللي هي إمات في اللغة العبرية التجسيم للحق لكن في اللغة اليونانية برضو هاي الكلمة قوية جدا بتتمشى مع نفس الكلمة العبرية نفس الكلمة العبرية إمات اللي هي حتى مترجمة في العهد الجديد إمات ورح أقرأ آية أو اتنين ففي اللغة اليونانية الكلمة أليثية برضو تتكلم عن الحق المتجسد في شخص المسيح يعني إن أردت أن تعرف الحق لابد أن تنظر إلى مقياس إلى مصدر هذا الحق اللي هو يسوع المسيح طبعا من الكلمة أليثينوس تتكلم الحق والشيء الجميل أن هذا الحق هو مرتبط في صفات الله وتعطي التوازن والتناغم بين الصفات لاحظ يعني ترجموها بالعبرة في العهد الجديد في تدعوئة هائمات في هائمات تشحرير التخيم وتعرفون الحق والحق تحرركم أو يحرركم وبرضو عندما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بيه في اللغة العبرية أني هديرخ في هائمات الحق يعني أليثينوس أليثية أني هديرخ في هائمات في هحايم الحياة إن إشبا إلا درخي يعني لا يمكن أي شخص أن يأتي إلى الأب إلا درخي درخي يعني طريقي إلا عن طريقي أنا فهو الطريق للأب وهو الطريق للحياة الأبدية والعجب أحبائي تصور وقال الله ليكن نور أول جملة قالها الشيطان في التشكيك أحقا قال الله يريد أن يشكك بصدق كلمة الله فكلمة أميت أو أليثينوس أليثية سواء بالعبر أو لأن تتكلم عن تجسيم هذا الحق المتأنس في شخص يسوع وسؤالي لكل واحد من يستطيع أن يتجرأ ويقول أنا هو الطريق أنا هو الحق أنا هو حييم الحياة من أي نبي أي رسول يستطيع أن يقول هذه الكلمات ويتحدى متحديا فإذا ما تحط ليش المسيح في مصاف رسول ولا نبي عشان تدافع عن نفسك لا لا كلمات يا إما تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد أو لا تؤمن به إطلاقا لكن نبي وحكيم وصالح وصانع معجزات سيبك من هالخزعبلات لأنه يا بتكون مؤمن أو غير مؤمن وأريد أن أقول لرجال الدين المسيحيين اللي بيساوموا واللي بيتهادنوا على حساب الحق الكتابي أقول لهؤلاء انتبه ربنا يرحم أنه تبيع يسوع المسيح من أجل مسايرة فالكتاب واضح لا يتنازل ولا يساوم ولا يتهادن في هذا الموضوع فبيعطي التوازن التناغم بين الصفات فالحق بتشوفه في الكتاب مرتبط في الصدق صدق نفس الكلمة ومرتبط بمخافة الرب طبعا الشخص اللي عنده حق عنده مخافة الرب لازم يتكلم الحق ما فيش اشي اسمه كذب ما فيش اشي اسمه كبائر وصغائر ما فيش اشي اسمه خطية مميتة وخطية عرضية كل هذا من صنع البشر ما فيش الخطية هي ضد الله القدوس ضد مجده وضد كمالاته وهي استهزاء في شخص الله وهي التعدي على حقوق الله فهو مرتبط بمخافة الرب اللي بيخاف الله بيسلك بالحق فالحق هو ضد الكذب وضد الضلال ضد التزييف ضد التحريف الحق دائما مرتبط بالقداسة والنزاهة والاستقامة integrity شوف بسفر الامثال شوف كلام داود يعني امتحني يعني بقول حتى يشوف الاستقامة حتى يرى الله الاستقامة بتاعت داود الحق مرتبط في الصدق في الطهارة والحق أحبائي الشخص اللي هو قابل للمحاب للمحاسبة كما يقول الكتاب وكما قال داود اختبرني يا الله وامتحني مين اللي 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 مستعد يكون أمام محاسبة هو الشخص اللي الذي يستغطيع أن يقول لرب امتحني شوف جربني فإذن الحق هون أحبائي بتظهر كل هذه الصفات والتوازن فيها الحق أيضا مرتبط بالمعرفة مرتبط بالحكمة مرتبط بالفهم الحق مرتبط بالتمييز اللي عنده الحق شخص بميز معرفة الله واختبار الله الحق أحبائي مرتبط بالمواقف الصحيحة يعني الشخص اللي بيتكلم الحق واللي بيسلك في الحق واللي بيعيش في الحق هو شخص أو رجل أو امرأة ذات مواقف سليمة مواقف صحيحة بنرجع للكلمة امت أليثيا أليثينوس هذا الشخص اللي بيجسم حياة المسيح في شخصه بيعيش المسيح بيعيش الحق وهذه كل التوازن في شخص وإعلانات المسيح أنت بتكون شهادة حية صورة المسيح ومعاملة المسيح على الأرض مشانيك أحب هاي الكلمة قوية جدا 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 من ناحية كتابية مرتبط بالمواقف الصحيحة الحق أحبائي مرتبط أيضا في النور فلا يوجد نور بدون حق ولا يوجد حق بدون نور خلينا أعطيك بعض الأمثلة الأمثلة السريعة في الكتاب المقدس مثلا يحنى المعمدان قال للملك هيرودوس أنتيباس ابن هيرودوس الكبير قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك بعده على قيد الحياة ضد الشريعة كيف تأخذ مرت أخوك لأن الشريعة بتحرم تأخذ مرت أبوك ومرت أخوك وبتحرم تأخذ مرت ابنك وبتحرم كل هذه محرمات في الشريعة فعم بيقول هيرودوس مش مسموح لك أنك أنت تأخذ مرت أخوك وهو على قيد الحياة ولكن أحبائي هذا الموضوع لأنه قال الحق تعرفوا دفع ثمن مش في عندنا المثل العربي بيقول قول الحق أو اتكلم الحق ولو على قطع رأس ها هيقطع رأس يحنى المعمدان وحطوه على طبق لأنه اتكلم الحق خليني أخذ شخصية دانية تانية دانيال دانيال واحد تمانية وأما دانيال فقد جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه يعني كأنه عاند ورفض كلام الملك لأنه آمن بشريعة إلهي وهكذا أحبائي دانيال فأيام نبو خضنصر الرب رفعوا إلى أعلى المستويات لأنه كان عنده مبادئ كان بيسلك بالحق فأيام بيلشصر حفيده لنبو خضنصر آخر حاكم أو آخر ملك شاف يد كاتبة على الحائط ارتعب من الخوف أخيرا جابوا له دانيال حتى يفسر الحلم ووعدوا بعطايا شو رد عليه قال له لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري والرب دان هذا الملك ودان المملكة في نفس الليلة جاءت مملكة ماديو فارس أخذت مملكة بابل فأيام داريوس الفارسي اضطر أنه بسبب موقفه الديني وصلى علنا وضعوه في جب الأسود ولكن الله أنقذوه من جب الأسود عاوز أوضح شيء هؤلاء هؤلاء الأشخاص الرجال كان عندهم مبادئ لم ينقضوا عهدا أوكي ما استخدموش شيء اسمه طقية مع كل احترامي إنك تخفي الأمر ما أنت في السبي يعني هو حد شايفك حد خليك لما تقوى لما تقوى تعمل اللي بدكياته لا كان رجل مبادئ آمن بإلهه كان واضح سواء في جب الأسود سواء الفتية التلاتة اللي قالوا لنبو خد نصر يا نبو خد نصر لا يلزمنا أن نجيبك في إله اللي إحنا منعبده وإلا فليكن معلو يعني إحنا مستعدين نفوت النار لم يخفوا الأمر لم يسايروا لم ينتهزوا فرصة حتى تكون فرصة أفضل واللي أقوى كان يسلكوا في الحق في النور في الطهارة في القداسة في النزاهة في الاستقامة والكل اللي حواليهم عرفوا وبالعكس على فكرة بسبب هذه المواقف كل هذه الملوك نبو خد نصر وحتى إمه لبايلا شصر وبايلا شصر وداريوس وكورش وكل هذه الملوك تأثرت بمواقف هؤلاء الرجال ماذا أقول عن يوسف طب كان شاب كان ممكن يمارس الخطية مع زوجة فطفار ولكن أحبائي قال يوسف لأنه كان طاهر كان طاهر كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله شاف ما هو اللي بيسلك في الحق بخاف الله شفت التوازن في الصفات عارف أنه فيه إله شاير وعارف في نفس الوقت فيه مكافأة إلهية ويوسف اللي أنقذ مصر وأنقذ كنعان وأنقذ كل الشعوب المجاورة حول مصر بسبب أمانته فأميت كمان بتعني الأمانة الاستقامة الصدق والحق أيضا ماذا أقول أحبائي عن موسى في أعلى المناصب مكتوب عن موسى موسى بالإيمان موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى تعرفوا ترك مصر وعارف أنه فرعون أقوى رجل على الأرض سوبر باور لكن بردو كان يخاف الله ماذا أقول عن إلي في أيام أخاب قال له أنتو بيتك اللي كدرته أنت التربل ميكر أنتو اللي بتعمل كل هذه المشاكل رجال وقفت أمام ملوك بنزاهة باستقامة بحق بإميت بالثينوس تجسيم لهذا الحق أحبائي وأمثل الكثير في الكتاب المقدس فضلوا الموت والخسارة وكل شيء بقول حاسبا عار المسيح عن موسى غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازة عاوز أكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم فالحق هو إعلان ذات الله الحق أحبائي مثل ما قرأنا هو من الله هذا الحق هو حق مطلق والمسيح تجسيد لهذا الحق فإذن هذا الحق لا يتغير فهو ثابت بثبات الله الله لا يتغير وهذا الحق هو صالح لكل الأوقات ولكل الأزمنة يعني ما فيك تقول هذا الحق كان في العهد القديم هذا الحق كمان يعني في هذه الفرصة فالحق المطلق هو من الله أما الحق النسبي هو حق يعني شو أسميه حق إنساني حق بشري حسب الوضعية حسب المناسبة هذا الحق يقول ما هو حق إلك مش بالضرورة أن يكون حق إليه لكن الكتاب يوضح المسيح هو الحق كما قال أنا هو الطريق والحق والحياة مكتوب أيضا أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار لاحظ الكلام النموس بموسى أعطيه يعني فيه شخص اللي أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار كما مكتوب والكلمة صار جسدا النعمة والحق صار بيسوع المسيح أحبائي أيضا في آية 14 أنا اكتبست مملوءا نعمة وحقا يعني رأينا مجده مملوء نعمة وحق أيضا مكتوب في كلمة الله أما الرب الإله الحق في رسالة يحنى الأولى أما الرب الإله الحق هو إله حي وملك أبدي فالمسيح يعني هاي الآية على فكرة موجودة في أعتقد في أرمية عشرة أعتقد بس مقابلها في بالعهد الجزيد المسيح هو الملك وهو الحق وهو الحياة الأبدية كما قرأنا يحنى 14 وآية 6 لكن برضو في رسالة يحنى الأولى إصحاح 5 والآية 20 اسمع ما يقول الكتاب المقدس ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية فالحق هو الكشاف الأعظم الذي يظهر الأمور على حقيقتها رح أخذ مكالمة أو 2 بعدين بستكمل الحديث دعونا أخذ المكالمة الأولى الأخت فريال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال تفضلي أهلا أخذ سلام نعمة المسيح معاك الرب يباركك البارك حياتك ويباركك ويباركك شكرا الرب يسوع له كل الميس لا يعطينا الحرية لنفعل ما نريد لكن الرب يسوع له كل الميس يحررنا من الخطي وخداع الشيطان ومكره لأن الرب يسوع نفسه هو الحق وهو مصدر الحق وهو المقياس الكامل لما هو حق وهو المخلص ليس بأحد غيره الخلاص وخلاصنا نشكر الرب أيضا حررنا خلاصنا غير مقيت بشرائع ولا قوانين ولا أعمال لكن هو عطية مجانية من الله بالنعمة أنتم مخلصون وليس بأعمال كي لا يستخر أحد أخني زار أندي زارة أخت نسلمة حبيبة عزيزة على قلبي دائما أنا أزوره وأشهده عن الرب يسوع دائما أسمعه تقول يا حق يا حق فأنا مرة سألتها قلت لها يا أختي ماذا يعني تقصدي لكلمة الحق قالت يعني يا الله قلت لها شفتي حبيبتي يسوع هو الله الظهر بالجسد لأنه قال عن نفسه أنا هو الصريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا به وتعرفون الحق والحق يحر لكم فيسوع المسيح له كل الناس هو الله الظهر بالجسد والرب يمس القلوب ويفتح الأيون تكون هذه الحلقة تبق بركة آمين 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 يؤمنون بالرب يسوع وبالحق خلاص الرب يسوع شكرا جزيلا شكرا ربنا يباركك يا أختي وشكرا كثير على هذه المداخلة أخذ كمان مكالمة من بريطانيا الأخت نهال الأخت نهال من بريطانيا تفضل أخت نهال أهلا وسهلا فيك سلام ونعمة يا حضرت الأفسيس نزار ربنا يباركك ويبارك كلماتك بتاعت النهاردة بجد ويعودك تعب حبيتك أضعاف أضعاف بإسم يسوع أنا عندي تعليق هقوله بسرعة وعندي سؤال فعايز أعلق على الآية اللي حضرتك قلتها النهاردة تعرفون الحق والحق يحرركم لو أنا بقول أني عرفت الحق لكن ما زلت مقيد بأمور كثيرة وقصت بالأمور دي خطايا بمعنى لو أنا كنت أمين مع نفسي وحسبت نفسي وقلت أن أنا بتعرف على الحق بل متعرف على الحق وعلى الإله الحقيقي لكن ما زالت خيطايا زي ما هي بشتم بحنف بتفرج على أفلام إباحية بخون زوجي أو زوجتي بجذب بعت في أعادات ننيمة بتكلم واجرح الناس وإلى آخره من الخطايا يبقى لازم أحط على الحق اللي أنا بقول أن أنا بعرفه علامة استفهام كبيرة جدا ليه لأن برنامجنا اليوم بيقول بكل فراح أن يسوع المسيح هو الحق بل هو مصدر الحق وهو الصادق اللي ما بيجذبش بجميع الأديان هو أنا هو الطريق والحق والحياة ويسوع لما بيدخل القلب بيغيره من جوه من الداخل مش بيعمل صري عملية ترقيع لا ده بيخلق قلب جديد قلب بيكره الخطيئة قلب عايز يفرح خلقه أصلي أنه بعد البرنامج ده كل مشاهد يجري على الإله ويقول له زي ما داود النبي قال له قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي عشان كده نفسي يا حضرة الأسيس نزار تقول كلمة أو نصيحة لمشاهد عاش مكدوع سنين هذه عددها ومعتقد أنه بيعرف الحق وبيعبد الإله الحقيقي إيه اللي يعمله بصورة عملية وعلى الله ممكن يقبل أي حد حتى لو في عمق الخطيئة ومعليش زي ما تسألت سؤال هحط لحضرتك زي ما هو لو أنا مشاهدة غير مسيحية ومعرفش أن المسيح هو الحق الوحيد زي ما حضرتك قلت ليه الله ما يحسبنيش على قدر معرفتي لأني أنا أخلصت الديني وعملت ما يمكن عمله من أعمال صالحة وحسنة فما يملي علي ضميري عملته قدام الله هل هذا ليس كافيا وربي باركك ربنا يباركك شكرا كتير على المداخلة خلينا أقول يعني أنه رح أخذ كمان حلقة الأسبوع القادم حتى تكمل هذه الآية بس الرب يسوع يتكلم مع اليهود وهدول اليهود كانوا متدينين ولكن للأسف كانوا مخدعين وبعدين قالوا لم نستعبد قط قال يسوع من يفعل الخطية يعني اللي بيفعل هون بيتكلم بشكل استمراري يستمر بفعل الخطية هاي الصيغة في اللغة الأصلية من يستمر بفعل الخطية فهو عبد للخطية فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أي نبي في هذا الوجود قال أنا هو الحق أي رسول ادعى هذا الحق طبعا ولما بتشوف حياة يسوع المسيح الكامل لما بتشوف يسوع لم يفعل خطية ولم يعرف خطية ولم توجد فيه خطية مش بخلينا نتساءل طب أنا مين أتبع الحق يعني هي واحدة من أسماء الله والحق مش بس صفة هي بتتكلم عن شخص الله وشخص الله هو الحق فلما الناس بتنادي يا حق يا حق معناته عن بناده الله عن بناده يسوع المسيح فإذا ما يكونش الإنسان مخدوع عايش في خطية فالله هو الذي يرى الخفاء والقلب من ثمارهم تعرفونهم فإذا أنا أنا بدعوك اليوم أنه فعلا تخط قرار قرار حاسم في حياتك أنه ما تعيش بمعرفة اسمية أو تقليدية لكن اختبر الحق واختبر الحياة واختبر الحق هذا الحق يخلص هذا الحق يخلص فهي صلاة اليوم لإلك أنه تختبر خلاص المسيح ولكن يعني خدها من الآخر إذا أنت بتحب الحق وتبحث عن الحق رح تيجي ليسوع المسيح خليني أخد كمان مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند اتماعنا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تفضل تحية محبة لأخي وحبيبي شهين ربنا يباركك شكرا كتير أبو مهند تفضل كلمتي تقول عطية النعمة لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ليس من أعمال كي يبتخر أحد أفاس 28 إلى 9 أعوذني مجتمنا بالزمن أدرك ثلاثة دروس أولا أدركت أني لا أستطيع أن أفعل شيئا لكي أستحق الخلاص والحياة الأبدية ثانيا اكتشفت أن الله لا يطلب مني أن أفعل أي شيء لكي أربح خلاصه ثالثا تعلمت أن الرب يسوع تم العم بصري لكي يؤمي الخلاص الأبدي وكل ما أحتاجه هو أن يبدأ يدي الإيمان واتاخذه لنكفي لأن الخلاص ليس مكافر على عمل قمت به بل إنه عطية النعمة التي علي أن أقبلها بكل تواضع كنت لم أخطو هذه الخطوة بعد فأثق بالمسيح واتخذه مخلص الشخص الآن أسأله أن يطهرني من خطايات ويقول كل خطوة من خطوات حياتي عندئذ سأختبر نفتي قيمة عطية النعمة لأن الخلاص لقيت شيء نحققه بل شيئا نناله وأجمل تحية لحبيبي نزار شهيد شكرا شكرا أبو مهند ربنا يباركك ويكافأك شكرا كثير على المداخلة أحبائي الحق هو اللي بيكشف هو اللي بينير الحق بيظهر صفات المسيح وكملات المسيح وأخلاقيات المسيح الكاملة الحق بيظهر لنا عدالة والصدق المسيح بالمقارنة مع الفرسيين المتدينين اللي أرادوا أن يرجموا المرأة بدون الرجل وأرادوا أن يتخلصوا من المسيح لأنه شفى مولود أعمى في يوم السبت يعني كانوا بتمسكين بحرف النموس ولكن مش بروح النموس لكن الحق من ناحية أخرى بيظهر لنا محبة المسيح وأفكاره الطاهرة والصالحة تجاهنا أحبائي الحق هو الترياق هو العلاج لسم الجهل يسوع هو الحق مش بس يسوع هو الحق مكتوب عن الروح القدس هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا ما هو حق مش بس هيك كلمة الله كلامك هو حق كلمة الله هي كتاب الحق فكر الرب هو فكر الحق فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق ففي هذه افتكروا فإذن أحبائي هذا الحق له عمل عظيم جدا الاستنارة من خلال الحق في يحنى 3 اسمع ما يقول كتاب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله لاحظ وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة ما عندهش خوف خلاص كل شي واضح نور خلاص الإنسان اللي فيه نور ينير كأنوار تضيئون في هذا العالم كما يقول الكتاب المقدس هو نور الحق فالحق مرتبط بالنور والنعمة كمان مثل ما سمعنا من أبو مهند النعمة تبهج تفرح القلب ولكن الحق هو الذي ينير السبيل مكتوب في رسالة يحنى الثانية آية أربعة سالكين في الحق ثم مكتوب أن نحب بالحق وأيضا مكتوب والعمل بالحق قال يسوع دينونة حق والعبادة ينبغي أن تكون بالروح والحق الحق أمام كل ضلال كل تزييف كل خداع كل رياء كل كبرياء قال يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم هذا ما أريد أن أقول حبائي بما أنه الوقت أزف الأسبوع القادم بنعمة الرب راح أتكلم عن الحرية اللي الكل بنادي وبتغنى في هذه الحرية ولكن أريد أن أقول في الختام أحبائي لربما أنت مخدوع من ناحية الدينية وتتستر بستار التدين ومظاهر التدين الخارجي الحق هو اللي بيكشف والنور هو اللي بيطلع كل الأمور إلى إلى النور فاليوم أحبائي وأنت بتسمع الكلمة هل فعلا عم تسلك بالحق هل حياتك فيها استقامة هل عايش خدعة هل عايش في مظاهر تدين ولا فيه من جو جروح وخطايا وماضي أثيم تعرف حبائي مكتوب الحق يحرر والحق أيضا يخلص والحق يأتي بنا إلى يسوع المسيح شو رايك تيجي إلى يسوع كل ما عليك تقول له يا رب ارحمني ارحمني أنا الخاطئ أنا باعترف بخطيتي باعترف بفسادي باعترف في الظلمتي باعترف في كل الماضي في كل إثم باعترف يا رب أنا بتوب اليوم سامحني على كل خطي طهرني من كل إثم صليها قل له اغسلني بدمك الكريم صلي قل له يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم وبسلمك حياتي حتى تكون مخلصة وربي وملكي وسيدي أعزائي إذا صليت من قلبك الرب قبلك لأنه بحبك وبحب أسمع منك ربك كن معنا اشتركوا في القناة